نفذ رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والقسور بالعصمة المؤقتة عدن زولا ميدانيا لخط العالم بمحافظة أبيان للإطلاع إلى أعمال إزاحة الكثبان الرملية الزاحفة على الطريق الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والقسور فرعدا وفي زيارته اطلع المهندس معين على نشاط وجهود الفرق العاملة ومستوى العمل المنقز مشهدا بالجهود المبذولة ومؤقدا على ضرورة مواصلتها لضمان جودة الطرق وسلامتها للعابرين فيها اشتركوا في القناة